موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم منجلي النهارة ان شاء الله هيكون معنا فيديو من الاعطال الغريبة في الصيانة واللي طبعا ممكن يدفل لاي فن السيانة باستمرار على مدار سنين شغله في المجال بتاعنا الاعطال المنوع ده بعض فنين السيانة بيطلق عليها مصطلح الاعطال الخبيثة ولكن من وجهة نظر انا الشخصية يعني الاعطال دي ما بتكونش خبيثة ولا حاجة الموضوع بكل بساطة احنا اللي ما بيكونش عندنا التفسير العلمي بسبب علمنا القصر وده بكل بساطة لان طبعا محدش عنده العلم الكامل تمام طيب عشان كده انا النهاردة بازن الله عملت الفيديو ده وبحاول ان انا اشارك مع حضراتكم الفيديو ده عشان اسمع من حضراتكم في التعليقات يمكن نوصل لبعض التفسيرات العلمية لبعض العطال الخبيثة زي الاطل اللي موجود معنا النهاردة ولو ما قدرناش ان احنا نوصل ان احنا نفسر الاطل ده بتفسير علمي على الاقل خالص يكفينا شرف المحاولة تمام؟ طيب بالنسبة لي الاطل اللي موجود معنا النهاردة معنا الجهاز بتاعنا من شركة لينوفو الموديل الخاص بالماثربورد ان ام داش اي تلتمية اتنين وستين طبعا للناس اللي حابة هتنزل اسكماتيك وهي البوردة دي متوفر لها اسكماتيك ومش موجود ولكن في اللي هو الاي تلتمية واحد وستين وده اه قريب جدا جدا من البوردة دي ونقدر نمشي به اه الاشارات اللي احنا هنشتغل عليها تمام؟ طيب بالنسبة ليه الاطل بتاعنا? الاطل بتاعنا الجهاز بتاعنا جاي فاصل باور بشكل كامل من فن السيونة تاني وجهاز بتاعنا اه فاصل من فن السيونة هو حاول انه هو يركب اه سوكت شحن او يعيد لحمات على المسارات الفاصة بسوكت الشحن ولكن يبدو اه ان خط الاي دي اه عمل تلامس او التماس او لمس معايا الخط اللي هو المائن العشرين فولت بتاعتي وطبعا العطلة ده مشهور جدا جدا في اجست اللينوفو اه لان طبعا السوكت ده مجرد ما بيتكسر بنت الاي دي بيحصل بينها وبين اه المين بتاعي اه تلامس وبالتالي العشرين فولتو مباشرة بيدخلوا على الاي او بتاعنا وبيبوزوا او بيحرقوا معايا الاي او تمام? طيب مباشرة بعد ما البردة جات لي اه وهي بالحالة دي طبعا بدأنا نشتغل على الممنعات الخاصة واللي طبعا هسيبها لك دلوقتي اه او التشريح الخاص في البردة واللي هسيبها لك دلوقتي اه اشتغلنا على الممنعات بتاعة الكويلات وعندي خط التلاتة وتلاتة المعاشرة هنا كانت الممنع لتقريبا في حدود اه الاتنين اوم بمجرد حال ان الفولت بدأت اه الاقي ان الاي او بدأ يسخر معايا بصورة كبيرة جدا طبعا ده اكيد طبعا ان الاي او فيه تلف وبالتالي بدأت ان انا ارفع الاي او بعد ما رفعت الاي او خدت الممنع بتاعتي المرة تانية على الكويل التلاتة وتلاتة ولقيت الممنع ارتفعت تقريبا لحدود الخمسطاشر اوم ولكن طبعا مش دي الممنع الطبيعية وبالتالي بدأت ان انا احقن فولت مرة تانية فلاقيت اي سي اللان عندي في المنطق دي بدأ ان هو يسخن معايا ودرجة حارة ارتفعت جدا طبعا انا غيرت الاي سي ده وانا اشتغلتها اساسا في البوردة غيرت الاي او وي اي سي اللان ومجرد تغيير اي سي اللان ورجعت لي اه الممنع بتاعتي رجعت لي الاي من الطبيعية بتاعتها وبدأت البوردة بتاعتي تشتغل باور طبعا شحنت الاي او طبعا الاي او موجود عندي اللي انا غيرته. كمان عندي الان في المنطقة دي اللي انا غيرته. بالاضافة لتغيير سوكت الشحر. تمام? بعد كده بدأت ان انا اشحن على مبرمجة شحن الاي او بالملف المناسب لها. ومباشرة مباشرة بتاعتي اشتغلت معايا اه باور. ولكن طبعا بعد موجود بيانات على الشاشة وده المشكلة ان شاء الله اللي احنا هنشتغل علىها النهاردة. يبقى في الوقت الحالي البوردة بتاعتي اشغال باور بالشكل كامل. حتى لعند فلطية المعلك او في كور شغالة معايا بالشكل كامل من غير اي مشاكل. ولكن مع عدم موجود بيانات على الشاشة تمام? موسيقى 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 المترجم للقناة طيب خلونا دلوقتي ننتقل للشغل العملي على البوردة بتاعتنا وطبعا هنبتدل ان احنا نوصل البورد سابلاي ونشغل البورد سابلاي طيب اول حاجة عايزين نلاحظها ان انا اول ما انا شغلت البورد سابلاي دلوقتي السحب بتاعي على البورد سابلاي ميتين اتنين واربعين ميلا امبير فلينا بس فاكرين الرقم ده وانا ابدأ ان انا افصل البورد سابلاي عشان المعالج بتاعي ما يسخنشي والقيمة دي في النوعية دي او الموديلات دي من البورد بتاعتنا معناها ان بنسبة جدا دايرة المعالج شغالة اه معايا تمام? طيب خلونا دلوقتي نبتدي ان احنا ناخد الاشارات او الفلطيات عشان نتأكد مع بعض ولكن برضو خلونا نأكد مرة تانية او نجرب البورد دا مرة تانية عشان نرائب الاشارات الخاصة بتستر الرماد طبعا انا مركب رامة دلوقتي جنب تستر الرماد تمام? خلونا نشغل مرة تانية باور. وزي ما احنا شايفين كده كل الفلطيات ظهرها عندي بشكل سليم من غير اي مشاكل مع هذا الفلطي الاخير اللي هي اشارة ادي رام اه رزيت. وكمان لو لاحزنا اه في بداية اه التجربة بتاعتنا او بداية تشغيل ان انا ما كانش في اي اكتيفتي عندي على بلنات الكولوك والداتا الخاصين في اه الاس ام وزي تمام? طيب خلونا نبتدي دلوقتي بقى ناخد الاياسات بتاعتنا على اه الاسلسكوب. هبدأ ان انا اصير لك دلوقتي شاشة الاسلسكوب. عشان نبتدي ان احنا ناخد الاياسات بتاعتنا تمام? وهبتدي بويلات الباور اللي هي الملفات الخمسة والثلاثة وتلاتة. بتدي ان انا اشغل باور سبلاي بتاعي. دلوقتي المازر بورد اشتغلت باور. زي ما احنا شايفين ده الكويل الخاص بالخمسة فولت. وعندي هنا الكويل الخاص بالثلاثة وتلاثة من عشرة. نشوف الملفة اللي بعده اللي موجود هنا. واللي بنسبة كبيرا جدا غالبا ملف كرامات. فعلا واحد واربع من عشرة. عندي الكويل ده خاص بالبي سي اتش. زي ما احنا شايفين واحد واحد فولب. تمام? كويل ده خاص بالمعالج بتاعي او الكور. والفولتية بتاعتي موجودة وظهرة معايا من غير اي مشاكل. تمام? طيب خلونا كده نشوف هل في عندي على شريحة البيوز ولا لا? طبعا الكلام ده لي معانا دلالات معينة. من ضمنها ان بتحاول ان هي تتواصل مع شريح البيوز. خلونا بس كده نزوي من الكاميرا بتاعتنا شوية. دي شريحة البيوز اللي موجودة عندي هنا. وابتدي اخد الاشارات بتاعتي او الاياسات بتاعتي من على الشريحة. انا بس نشوف البيوز رقم واحد. البيوز رقم واحد موجود عندي في المنطقة دي. بابنة ابتدي ان انا اشغل بتاعتي باور. وزي ما احنا شايفين في حزمة بسيطة من البيانات ظهرت معايا. طيب البنة رقم اتنين. نفس التصرف برضو في حزمة بسيطة من البيانات ظهرت معايا. ناخد البنة اللي بعد كده. نفس الشكل برضو من حزمة البيانات. البنة اللي بعدها على البن رقم ستة. ونفس الحزمة من البيانات. تمام? البنة الاخيرة اللي هي بنة التخزيه عشان نتأكد منها. تلاتة وتلاتة من عشرة فولت سابتة ومستقرة معايا. تمام? يبقى كده كل البلطيات آآ والجهود لعند جهد الفيكور ظاهر معايا من غير اي مشاكل. في آآ محاولة من بتاعتين هي تتواصل مع آآ شريحة البيوز وكل الايساد على شريحة البيوز شغالة معايا بصورة سليمة. طبعا بعيدا عن الكاميرا بتاعتي. انا غيرت طبعا اكتر من ريمة وصوك منها. وكمان شحنت ملف بايوز وغيرت الشريحة بملف مقصوك ولكن نفس الوضع اللي احنا شغالين عليه. البردة شغالة باور بشكل كامل مع عدم ظهور البيانات. طيب عشان نعرف المصار اللي احنا هنشتغل عليه طبعا معنا بتاعنا نروح للصفقة رقم سابعة واربعين واللي موجود فيها الباور سيكوينز. طبعا الباور سيكوينز ده بعد كده احنا بنشرحه بالتفصيل ولكن احنا في الوقت الحالي مش هنشتغل على كامل الباور سيكوينز للنزام احنا شوفنا كده البردة بتاعتنا تخطط مراحل كتير جدا لعندي حتى ما وصلت فلطية المعالج وطلعت معايا فلطية المعالج آآ بشكل سليم. وبالتالي احنا مش هناخد كل المراحل اللي قبل كده عشان ده هيكون بالنسبة لنا طاضية للوقت. تمام? طيب احنا هنشتغل من مرحلة فلطية المعالج. وتحديدا الاشارة رقم حداشر. طبعا الاشارة رقم عشرة هنا هي الاشارة اللي بتجي لتفعل المعالج. بيبدأ بعد كده المعالج يتوصل مع المعالج. والمعالج بيقول له ان هو عايز فلط معين. وبالتالي بيبتدي تنظيم الجود بتاع بناء على هذا الفلط. طبعا. بعد كده كنترول المعالج بيطلع لاشارة الباور جود بتاعته. طيب ايه? احنا هنبدأ من المرحلة رقم حداشر او اشارة الباور جود بتاعت كنترول المعالج. عشان بكل بساطة ممكن يكون المعالج آآ شغل الدايرة بشكل سليم. ولكن آآ لا اي سبب من الاسباب اشارة آآ الكنترول او الباور جود الخاصة بيه كنترول المعالج ما تطلعش معي. وفي النهاية الاشارة دي بيتروح للآي او. الاشارة دي لو مراحتش للآي او. حتى لو كان كنترول المعالج شغال معي بشكل سليم. في الحالة دي الآي او هيفهم او بالنسبة له كنترول المعالج مش هيكون شغال. تمام? وبعد كده نفضل الاشارة رقم اتناشر. تطلع من الآي او للآي او. والاشارات دي ما حدش يستجل يا جماعة لاننا نشرحها بعد كده بالتفصيل. تمام? واشارة بعد كده بتجي للمرحلة رقم 3 وو اشارة خامة 13 هي دي بتكون برضو من الاي او لبي سي اتش. بعد كده الاشارة اربعتاشر اللي هي اشارة ودي بيكون من البي سي اتش للسي بي او. وبعد كده اشارة او او ه تطلع من المعالج بتاعي لعند اخر اشارة بتيجي معي اللي هي اشارة تمام? او تمام? بعد كده او في من ضمن المراحل دي في اشارات آآ بتكون موجودة داخل المراحل دي. والكلام ده ان شاء الله بازن الله هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. ولكن احنا دلوقتي هنبتدي من الاشارة رقم حداشر او رقم حداشر وهي اشارة الخاصة بالمعالج واللي بتروح له. وبعد كده نبدأ نكمل بقية الاشارات. تمام? طيب اول اشارة هناخدها هي اشارة الخاصة بالمعالج او ايس دارة المعالج. وهناخدها من على الاي او عشان نتأكد من سلامة وصول الاشارة لعندي الاي او. تمام? تريد ان احنا نشغل برضا بتاعتنا باور. وهي طبعا على الاي او على البن رقم سبعين. طبعا هنا عندي البن خمسة وستين. يبقى انا دلوقتي البن دي رقم سبعين. طبعا السلسكوب برضو ما اشتغلش كالعادة الشاشة بتاعته. خلونا ناخد الاياس ده مرة تانية. على البن رقم سبعين. يعني هتكون البن دي. زي ما احنا شايفين اشارة الباور جود ظاهرة معي لعند الاي او بشكل سليم. بعد كده اشارة باور اوكي. نقدر ناخدها من على دي. اعتقد كاتل مقومة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. نقدر ناخدها من على دي. وبرضو كالعادة في مشكلة. يعني اعتقد دلوقتي الاشارة ظاهرة على الشاشة بشكل سليم. زي ما احنا شايفين الاشارة بتاعتنا موجودة من غير اي مشاكل. بعد كده اشارة باور اوكي. نقدر ناخدها من على البن رقم تلاتين من الاي او بتاعنا. بس ان انا ازبط لك الصورة تحت الميكروسكوب. بن رقم تلاتين. دهي البن دي. وزي ما احنا شايفين البرضو طبعا بتاعتنا شغالة باور. والاشارة بتاعتنا مش موجودة. تمام? طيب خلونا نروح للاسكماتيك بتاعنا دلوقتي عشان نعرف سبب غياب الاشارة دي او هنتتبع اه عطل غياب الاشارة دي ازاي? تمام? طيب لما نرجع مرة تانية للاسكماتيك بتاعنا طبعا اشارة السيستم باور اوكي دي هي اللي كان في مشكلة. وزي ما احنا شايفين كده من خلال الاشارة دي بتكون اه طالعة من الاي او. يعني السورس بتاع الاشارة دي هو الاي او. وبتروح يعني في الحالة دي هي للاشارة مش للاشارة تمام? طيب خلونا كده نبحث عن الاشارة دي عشان نشوف المسارات بتاعتها. عندي مصار طبعا ده المعالج الاتنين مع بعض تمام? يبقى الاشارة دي بتدخل معايا زي ما احنا شايفين اشارة داخلة دي المعالج او تحديدا اه في الصفحة بتاعتها تمام? بعد كده الاشارة دي متوصلها معايا بمقاومة اللي هي واحد وتسعين. والمقاومة دي لو مشيت مع المصار التاني بتاعها لها راح ليه وبتقل المقاومة دي تعتبر مقاومة مش تمام? طيب في منطقة تانية بتروح لها الاشارة دي. هي دي نفس الصفحة بتاعت البي سي اتش. انا نقرر عملية البحس مرة تانية. طبعا هنا هنلاقي الاي او بتاعنا اللي هو اللي هو رقم اي تي خمسة وتمانية ستة وتمانين اي. تمام? طيب الاشارة دي زي ما هو انها بتطلع من الاي او. وبتروح لبي سي اتش. وفي الطريق طبعا في مقاومة تمام? وكده الاشارة بتاعتها تكون انتهت. وبالتالي الاشارة بتاعت دي بتروح لتلات اماكن او بتكون مرتبطة بتلات حاجات. المقاومة اللي هي واحد وتسعين. مقاومة دي طبعا والاي او اللي هو مصدر الاشارة والبي سي اتش اللي هي تعتبر او بتستهلك او بتاخد معي الاشارة دي. تمام? طيب ممكن يكون عندي لو اطلب ايه في الحالة دي. تمام? طبعا ممكن يكون عندي حاجة من التلاتة. المقاومة بتاعتي ممكن لنفسها لو حصل لها بدل ما هي ايما بتاعتها عشرة كيلو اوم هتكون امتها زيرو اوم لو حصل لها وبالتالي حتى لو عندي هنا اه او بول الفولت اللي هو الفولت بتاعي. المقاومة دي لو سورت هتمرر لي كل الفولت والطيار ده للجراوند وبالتالي موجد تسبب لمشكلة. تمام? طيب الحاجة التانية هي بتاعنا ان هو ما بيكونش بيطلع معي اساسا الاشارة دي. ولكن طبعا انا لسه مغير الاي او بواحد انا اوصف منه. وكمان الملف اللي عليه موصوق منه وبالتالي انا ممكن اطلع احتمالية الاي او من الموضوع ده تمام? الحاجة التالتة هي بتاعت البي سي اتش لو او البنة دي عليها مشكلة او عليها شورت. في الحالة دي برضو مش هتاخد او مش هتخلي الاشارة دي تطلع معي لان طبعا كل الفولت ده هيكون شورت مسلا لي في الحالة دي. وبالتالي ممكن هي اللي يكون فيها مشكلة معي. وبالتالي دي الوقت الاحتمالين اللي احنا نشتغل عليهم. اللي هي واحد وتسعين. وطبعا انا عملت الكلام ده بعيدنا عن الكاميرا. المقاومة ميتة عشرة كيلو اوم والمقاومة سيلمة غير اي مشاكل. وبالتالي ممكن تكون المشكلة عندي في البي سي اتش. وبرضو كمان ممكن تكون المشكلة عندي في الاي او. على الرغم من انا قلت ابدا كده برضو ان انا اوصف منه. ولكن خلونا ما نستبعدوش من اه الحسابات بتاعتنا تمام? دلوقتي هنبتدي ان احنا اه ناخد بقى ممنعة الخط ده. ونشوف ممنعة الخط ده في حالة عدم تشغيل البردة. وفي حالة تشغيل البردة. ونحاول ان احنا نوصل لاي نتيجة من خلال ال表示 ده. تمام? طيب. دلوقتي ناخد ممنعة الاشارة دي معي وناخدها طبعا ممكن من على الاي او. لا هو البررقم ثلاثين. وناخد الممنعة دي مرة في حالة عدم تشغيل البردة ومرة في حالة تشغيل البردة. ناخد الممنعة دلوقتي في حالة عدم تشغيل البردة. وممنعة بتاعتي اه حوالي العشرة تلو او تمام? طيب خلو كده نشغل البوردة بتاعتنا. ونبتدي ان احنا ناخد الممانعة. طبعا البوردة اشتغلت دلوقتي. ناخد نفس الممانعة كمان مرة. والممانعة بتاعتنا اربعة وعشرين وتلاتة من عشرة. طبعا اربعة وعشرين وتلاتة من عشرة. يقل من مقاومة الخافض بتاعت اللي هي العشرة كيلو اوم. وبالتالي المتسبب في المشكلة دي ممكن يكون حاجة من اتنين. يا اما الايو يا اما. ولكن قبل ما نشوف الموضوع ده ممكن نقدر نتأكد منه ازاي. خلونا دلوقتي نجيب شاشة الاسلسكوب. ونشوف الاشارة بتاعت دي هل بتحاول ان هي تطلع اساسا ولا لا. انا دلوقتي موجود معايا. طبعا الاسلسكوب على الشاشة. خلونا بس نحاول نحن نركب البروب بتاعنا الاول. وهبتدي ان انا اشغل دلوقتي الماثر بورد باور. انا محتاج بس اعرف هل الاشارة دي بتحاول ان هي تطلع وبعد كانت تختفي معايا ولا ما بتحاولش معايا من الاساس ما بتظهرش معايا من الاساس تبعا. شغل بتاعي. وزي ما احنا شايفين الاشارة بتاعتنا ما بتحاولش او ما بتطلعش نهائيا ما بتظهرش معايا على شاشة الاسلسكوب. طيب خلونا نجرب الموضوع ده كمان مرة. ونفس النتيجة معايا الاشارة بتاعتي ما بتظهرش نهائيا تمام? طيب انا عندي فكرة تانية اه ان احنا نقطع المصار ما بين البي سي اتش والاي او وناخد الاياس ده مرة تانية ونحاول نشوف الاشارة بتحاول تظهر معايا ولا لا وبالتالي بالطريقة دي نقدر نحدد الاي او اللي فيه مشكلة ولا البي سي اتش تمام? وعشان كده انا هبتطل دلوقتي ان انا اقطع المصار بتاعك. تمام? طيب دلوقتي احنا اقطعنا المصار بتاعنا خلونا نشوف الكلام ده تحت الكريسكوب. بس ان انا اظهر لك. اشارة كويس. لو زومنا كده على الاشارة بتاعتنا زي ما احنا شايفين انا اقطع المصار عندي اهو المصار ده جاي مباشرة من الاي او. وانا اقطعت في المنطقة دي هو بالتالي اقطعت المصار اللي واصل ما بين البي سي اتش والاي او بتاعي. تمام? طيب خلونا دلوقتي بقى ناخد الاياس بتاعنا بالاستلسكوب. البنة دي بالنسبة لي هتمثل لي مساري الاي او ده او الخط ده هو المصاري اللي رايح لي اه البي سي اتش. تمام? طيب نشغل الباور سبلاي. ابتدي ناخد الاشارة هنا. على الاي او. وعايزك تلاحظ اراية الباور سبلاي. اولا هتتفاجئ ان الماثر بورد بتاعتنا اشتغلت باور. السحب بتاعها مش هو السحب اللي كان موجود معي قبليك. اشغلك الباور سبلاي مرة تانية عشان حضرتك تقدر تلاحظ. طبعا السحب بتاعنا اولا مش استاتيك. ثانيا اه نفسه زاد عن القيمة اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. وده طبعا معناه ان الماثر بورد بتاعتنا اشتغلت باور وداتا. طيب عشان نتأكد من الكلام ده انا موجود معي هنا تستر الرمات وعايزك ترائب اه الاشارات الخاصة بالكولوكو والداتا لالسامة بس كمان اشارة وفلطية وطبعا انا حاطي تستر لعشان نتأكد من تشغيل الماثر بورد داتا. ابتدنا اشغل للوقتي. وزي ما احنا شايفين الليدات كلها منورة معها بشكلها الطبيعي. طبعا مفروض الكلوكو والداتا يشتغلوا منوروا معي بسرعة ولكن طبعا هي مش ظهرة عشان الكاميرا. ولكن بلطية الرزيتا ظهرت معي. خلونا نشوف رأي كارتة تستر. وزي ما احنا سمعنا كده كارتة تستر قال ان ماظر بورد باعتنا اشتغلت باور وداتا. تمام? طيب اه دي الحاجة الغريبة بالنسبة لي اللي كان بصراحة انا ما كنتش متوقع حاجة زي كده. ازاي ان احنا قطعنا ما صار اشارة السيستم باور اوكي. اللي هي المفروض بعد كده اه بيزهر بعدها او بيزهر بعد كده اشارات تانية عشان تكمل باور سيكوينز اللي عنده وصول اشارة البيلتي رزيت. ويحصل رزيت تعامل الماظر بورد بتاعته وتبدأ البورد بتاعته بتاعته اه البيانات. ودي بصراحة الحاجة اللي انا كنت مستغرب لها. يعني عدم موجودة الاشارة دي معناه بالضرورة عدم استكمال بتاعي. تمام? خلونا نبتدي دلوقتي عشان نكمل الموضوع الغرابة انها هناخد اياس الاشارات دي سواء اللي كانت طالع معي من الاي او او حتى اللي راح معي للبي سي اتش او وصولا للبي سي اتش ونشوف الكلام ده اه على الاسلسكوب. طيب دي الاشارة بتاعتنا اللي احنا فصلناها. خلونا كده دلوقتي نشغل البورد بتاعتنا. البورد بتاعتنا اشتغل باور. وغالبنا هتشتغل ديتها دلوقتي. خلونا كده ناخد مصهار الاشارة دي او اياس الاشارة دي. طبعا الناحية دي او الطرف ده هو الجزء الخاص بي لاي او. زي ما احنا شايفين هو على شاشة الاسلسكوب. استنى بس انا البوردة تشتغل. عن طريقة التستر. وزي ما احنا سمعنا البوردة بتاعتنا دلوقتي شغالة. وبرضو الاشارة بالظاهرة. طيب ناخد بقى المصور من ناحية البي سي اتش. وبرضو نفس النتيجة. وده اللي كان محير بصراحة بالنسبة لي. يعني من الناحيتين هي عبارة عن زيرو فولت. لا هي طالعة من الاي او. ولا بتوصل معايا للبي سي اتش. ومع ذلك المزر بوردة بتاعتنا شغالة باور ودعتها تمام. طيب خلونا نزيد الموضوع غرابة اكتر من كده. عايزين دلوقتي ناخد الممنعة الخطوط دي. الاشارتين. مرة من ناحية الاي او. ومرة تانية من ناحية البي سي اتش. وطبعا هنعمل الكلام ده مع تشغيل البوردة. فنشغل البوردة. بدأت البوردة طبعا بتاعتي دلوقتي تشتغل. ناخد الممنعة من ناحية الاي او. زي ما احنا شايفين. ستة وعشرين وتلاتة من عشرة قوم. طيب. خلďونا ناخد الممنعة دلوقتي تنتقلت ناخد الممنعة من ناحية. زي ما احنا شايفين الممنعة بتاعتنا او ال. ولكن اه اللي خد باله من حضراتكم اراية الباور سابلاي تغيرت تماما. انا هعمل الاياس ده مرة تانية. وهبتدي ان انا اشغل باور سابلاي وعايز حضرتك تاخد بالك من الاراية على الباور سابلاي. دلوقتي البور ده شغالة. مجرد بس ملمس بطرف الافو ميتر. ممانعة بتاعتنا وصلت مية وسبعتاشر. وبعد كده رفعت لنفس الايمة اللي احنا كنا موجودين معها في البداية. تمام? طيب خليني كده افصل الباور سابلاي مرة تانية. وهبتدي ان انا اشغل بقى البور ده بشكلها الطبيعي. دلوقتي اراية الباور سابلاي والسحب على الباور سابلاي يشغل معي بشكل طبيعي. والبور ده هتبتدي ان هي تشتغل معايا. وده بصراحة اللي بزيد من الموضوع غرابطا وعشان كده انا بقول له اطلة ده من الاعطال آآ الغريبة. هنبتدي ان احنا دلوقتي نقفل آآ البور ده بتاعتي في الجهاز. ونشوف النتائج النهائية مع بعض. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة